أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلماند بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد على ما وصلت إليه العلاقات البحرينية الأمريكية من مستويات متقدمة آخذة في التطور والنمو على كافة الأصعدة بفضل ما تسند إليه من شراكة استراتيجية متميزة تحظى على الدوام باهتمام ودعم قيادتي البلدين الصديقين وأشار سموه إلى مواصلة البناء على ما تحقق من تعاون مثمر بين البلدين والاستمرار في تطوير أوجه العلاقات الثنائية بما يسهم في تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله في قصر الاصخير اليوم بحضور سمو الفريق الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي وسعدت الفريق الركن ذياب بن صاجر النعيمي رئيس هيئة الأركان الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية والوفد المرافق حيث رحب سموه بقائد القيادة المركزية للقوات الأمريكية والوفد المرافق مشيرا سموه إلى ما يربط مملكة البحرين والولايات الأمريكية المتحدة من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مشتركة كان أخيرها الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار وما تشكله من دور هام في تعزيز مسارات التعاون والتنسيق المشترك في كافة المجالات لا سيما العسكرية والدفاعية والدفع بها نحو فضاءات أكثر اتساعا وشمولا منوها سموه بالدور الهام للولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب الدول الشقيقة والصديقة في دعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة والعالم وتم خلال اللقاء استعراض آخر المستجدات على ساحتين الإقليمية والدولية ومناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر